أهلا بكم معنا على جسر عربي جسر عربي ونستكمل معكم كتاب إيطاليانو بير أميكو وهو كتاب يتناول المستويات أونو أدوى ونستكمل معكم الوحدة الثانية أونو تدوى وعنوانها الميركاتو في السوق ونتعرف معا على بعض المواد التي نشتريها والأماكن التي نشتريها منها طبعا من اللغة الإيطالية هنا عندنا أكو لليستة ديلا سبيزة يعني قائمة المشتريات قائمة المشتريات لليستة ديلا سبيزة طبعا أكو يعني ها هو أو ها هي قائمة المشتريات أوكي إي نيغاتي نيغاتي إليه المحلات أصوشيا إي برودوتي أل نيغاتيو كوريسبوندينتي يعني هنا هنبدأ أنه نجمع أو نوصل ما بين إي برودوتي اللي هي المنتجات وهنا النيغاتيو والمحل كوريسبوندينتي اللي هو يعني المسؤول عنها أو المناسب لها يعني منين بنشتري المنتج بالزبط أو من أين نشتري هذا المنتج عندنا هنا أول كلمة اسمها كيودي إي كيودي إي كيودي المصامير مصامير التي تدق أوكي إي كيودي إي كيودي اللي هي المصامير اسمها كيودي يبقى هنا المفرد كيودي والجمع كيودي كيودي طبعا المصامير اللي هي بتتلف اسمها فيتة أوكي يبقى هنا عندنا إي كيودي المصامير وهنا إي الكواديرنو كواديرنو يعني اللي هي الكراسة أو الدفتر أو الكاشكول إي الكواديرنو يبقى هنا إي كيودي المصامير إي الكواديرنو الكاشكول أو الدفتر وهنا لزكيرو 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 اللي هو السكر وهنا عندنا لبيزة بيزة طبعا اللي هي بيزة وهنا عندنا إي دولشي دولشي الحلويات إي دولشي وهنا الباستة طبعا اللي هي المكرونة وهنا عندنا الجورنالة الجورنالة اللي هو الجريدة الجورنالة وهنا لسيجارتة لسيجارتة اللي هي السجاير الجلاتة اللي هو الأيس كريم وهنا لوليو اللي هو الزيت وهنا لكارني اللي هي اللحمة طبعا وهنا إي الباني القبز إي الباني مرة تانية إي كيودي المصامير إي الكواديرنو الدفتر أو الكاشكول لزكيرو السكر لبيزة طبعا عرفنا وهنا إي دولشي الحلويات الباستة المكرونة الجورنالة الجورنان وهنا لسيجارتة السجاير الجلاتة الجلاتة طبعا هو الأيس كريم وهنا لوليو اللي هو الزيت وعندنا الكارني اللي هي اللحم وهنا الباني اللي هو الخبز طيب المحلات اللي موجودة معنا عندنا أول نيجاتسي وموجود معنا اسمه أديكولا 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 يعني اللي هو بيكون مكان بيع أو كشك بيع الجرائد والمجلات جرائد والمجلات بتكون موجودة في محل اسمه أديكولا 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 أوكي وعندنا هنا فرامنتا فرامنتا اللي هو بيكون محل الحدايد والبيات فرامنتا فرامنتا اللي هو محل الحدايد والبيات فرامنتا تمام وهنا أليمنتاري أليمنتاري اللي هي المواد الغذائية وهنا ماتشليرية ماتشليرية اللي هي الجزارة ماتشليرية الجزارة تباكرية تباكرية اللي هي محل بيع التبغة أوكي تباكرية وهنا باستيتشيرية باستيتشيرية يعني اللي هي محل بيع الحلويات وعندنا هنا بيتسارية اللي هي بيتباع فيها بيتزا طبعا بيتسارية اللي هي مطعم بيتزا وعندنا جيلاترية جيلاترية اللي هي المحل اللي بيع الايس كريم كارتوليرية اللي هو محل اللي بيع الأدوات المدرسية طب هنشتري منين كل حاجة هنا عندنا كيودي كيودي اللي هي المصامير هنشتريها منين من فرامانتا فرامانتا اللي هي محل الحدايد والبيات طبعا عندنا الكواديرنو الكواديرنو اللي هو الكشكول هنشتري منين هنشتري طبعا محل الأدوات المدرسية كارتوليرية وعندنا بعد كده اي تاني عندنا هنا تذكروا أو لا تذكروا لا تذكروا هنشتري منين هنشتري من محل المواد الغذائية اللي هو اسمه طبعاً إيه هنا أليمنتاري هو فين أوكي عندنا أوكي أليمنتاري أهو أليمنتاري اللي هو هنشتري منه لزكره وعدي كده فيه عندنا هنا pizza أو la pizza طبعاً هنروح من محل بيع la pizza اسمه إيبه اسمه pizzeria pizzeria لو بيع la pizza أو matam pizza أوكي دولشي أو إي دولشي هنشتريها منين إي دولشي من محل الحلواني اللي هو اسمه pizzeria pizzeria اللي هو بيع إي دولشي وهنا la pasta اللي هي المكرونة هنشتريها من محل بيع الأغذية اللي هو اسمه أليمنتاري لو بيع الأغذية وعندنا إي تاني أليو أليو اللي هو الزيت هنشتريه من محل بيع الأغذية أليمنتاري أوكي وهنا عندنا carne أو la carne هنشتريها من عند الجزار اللي هو اسمه matcellario أو matcellaria اللي هي محل بيع اللحمة جزارة matcellaria أوكي تمام وهنا عندنا pane الخبز الخبز هنشتري منين الخبز ممكن نشتريه من محل بيع المواد الغذائية أيضا اللي هو أليمنتاري تمام ممكن نشتريه طبعا من فرنه أكيد يعني شرط من أليمنتاري أوكي وعندنا هنا كيودي احنا قلنا في الرمنتة تمام أمرة تانية كيودي هنشتريه من فرمنتة وكواديرنو هنشتريه من كارتوليريا وزكرو هنشتريه من أليمنتاري وبيتزا هنشتريها من بيتسرية وعندنا دولشي هنشتريها من باستيجرية وباستا هنشتريها من أليمنتاري وجورنال هنشتريها من كارتولية وصيجارت هنشتريها من تباكيرية وهنا جلاتو هنشتريها من جلاترية محل بيع الأيس كريم وعندنا أوليو هنشتريها من أليمنتاري وكارني هنشتريها من ماتشليرية وباني هنشتريها من أليمنتاري وبكده يعني بنكون تعرفنا على بعض المواد والسلع الأساسية وأماكن شراءها وبكده بنكون انتهينا من حلقة اليوم ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة ونستكتل معكم كتاب لتليانو بير أميكو وشكراً لكم وتابعونا دايماً على جي السر عربي ترجمة نانسي قنقر